هل ستتدخل المملكة العربية السعودية في الانتخابات؟ هذا السؤال مطروح إنه مطروح لأنها هذه اتهامات الفريق المناوي للمملكة العربية السعودية وللفريق السيادي في لبنان ماذا في الأمر؟ عادت المملكة العربية السعودية ديبلوماسيا إلى لبنان عبر عودة سفيرها الأستاذ وليد البخاري وطبعا دولة الكويت وسوف تلحق بقية الدول الخليجية التي كانت سحبت صفراءها في أعقاب أزمة تصريحات وزير الإعلام السابق جورج إرداحي هذه العودة تشعل في مكان ما الدعاية السياسية المعادية للمملكة العربية السعودية والمعادية للفريق السيادي الاستقلالي في البلد لأجل ذلك يجب علينا أن نتذكر بأن هذه العودة ليست بنت ساعتها وهذه عودة تعود إلى إرهصاتها إلى اللقاء جدة ولسيما القمة الفرنسية السعودية يومها كلنا نتذكر الانتصال الذي حصل مع رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي ثم كانت المبادرة الكويتية والرد اللبناني ثم مبادرة من رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي قدم فيها جملة التزامات نحو دول العربية والسيما الخليجية على صعيد الأمن والجريمة المنظمة والاستهداف المنطلق من لبنان كمنصة طبعا استهداف حزب الله لكي تكون الأمور معروفة كل هذا مهد الطريق أمام هذه العودة هذه العودة هي عودة ديبلوماسية هي عودة إنسانية إغاثية لأن هناك صندوق الإغاثي الذي ضخت فيه المملكة العربية السعودية 35 مليون دولار إضافة إلى ذلك هذه عودة لها الطابع السياسي لها طابع أوسع وأشمل من الانتخابات ومن التدخل في الانتخابات نحن نعتقد بأن المملكة العربية السعودية ليست بحاجة للتدخل في الانتخابات ولن تتدخل في الانتخابات وهذه ليست سياسة المملكة العربية السعودية السياسة السعودية هي منح لبنان مظلة إعادة تركيب هذه المظلة فوق لبنان فوق السياديين في لبنان فوق رؤوس الاستقلاليين الذين يناضلون لتحرير هذا البلد من الهيمنة الإيرانية هذه العودة هي عودة معنوية هي عودة سياسية هي عودة سوف تؤثر على المشهد السياسي وربما على المشهد الانتخابي أما التدخل في جزئيات العملية الانتخابية فهذا أمر ليس صحيحا ولن يحصل وهذا ليس في سياسة المملكة العربية السعودية والذين يعرفون السياسة السعودية يدركون صحة ما نقول موسيقى 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 اشتركوا في القناة